وسعون كان أمرها بنزع النقابة وكما جاء في بعض رواية الطلاب أنه منعها من الحضور لم ينزع إنما منعها من الحضور لكن النتيجة هي واحدة سواء أقول لو كان مثل هذا الأمر صدر في بلد ذات متجهة تجاه اليمين المتطرف مثل فرنسا ولغيها من البلان أقول هذا ربما لا يستغرب لكن يصدر هذا من بلد مسلم وفي ليبيا ومن أستاذ تربت أمته وجدته على الستر وعلى العفاف وعلى الفضيلة ثم مع ذلك وهو في منزلة المربي ومنزلة الأب الحنون العطوف الذي لا يفعل إلا ما يصلح أبنائه ويصلح بناته ثم يصدر منه هذا الأمر المشين الذي يخل بالمروءة ويخل بالتعاليم الشعية الإسلامية والدين الذي هو ينتمي إليه لو وجد فتاة وهم كثيرات في الجامعة لو وجد فتاة مش أقول غير منتقبة أقول كاشفها عن صدرها وعن جنبيها وعن صرتها وعن ساقيها وعن كذا يقول لها الأحرى بك أن تأتي لمثل هذه الفتاة وتنصحها النصيحة التي تنفعها وتنفعك وتقول لها الله تباك وتعالى يقول وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن هكذا قال ربي وتقول لها يا ابنتي القرآن يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن لو كنت فعلت ذلك لكنت والله محل الاحترام ومحل التقدير ومحل التكريم من الله سبحانه وتعالى قبل الناس لكن تأتي إلى إمرأة وإلى فتاة متسترة متعففة متحجبة لها وجه فيما تعمله وهو أنها تريد أن تطيع الله تباك وتعالى فتمنعها وتهينها لأن هذا فيه امتهان وإذلال وتفعل بهذا الفعل فهذا والله لا يليق بك يا أستاذ وهل يستطيع هذا لو سألت الأستاذ وقلت له المرأة أو الفتاة التي تدخل متعرية لماذا لا تنصحها أنها تتستر ولو نصف تستر حتى احترام للمعهد العلمي والمكان العلمي الذي أنت فيه له لأنه هو وقار ربما يجيبك لو سألته هذا السؤال يقول لك هذه مسألة تخصها لمسألة شخصية طيب العرام مسألة شخصية مسألة تخص صاحبها والحجاب والعفة تخصك أنت تتدخل فيها وتمنع صاحبتها من التعليم أقول هذا كلام لا ينبغي السكوت عليه في جامعاتنا وينبغي للطلاب كما خرجوا يطالبون بحقوقهم المادية في المكافآت ولهم حق في ذلك يجب عليهم أن يخرجوا في مظاهرات تستنكروا على هذا الأستاذ وأمثاله لأنه ينال من كرامتهم جميعا ينال من كرامت جميع الطلاب وليس فقط هذه التي منعت من الدراسة وكذلك أقول لرئاس الجامعة ولا شك أنها حريصة على الطالبات وعلى الطلاب وأقول لها لا بد عليها أن لا تسمح بمثل هذا التصرف وأن تكون هناك إجراءات صحيحة وتطبيق للقانون في مثل هذه الأشياء التي تظهر من حين لآخر في الجامعة ترجمة نانسي قنقر